لكل السيدات والرجال والصبايا اللي عندن تجاعد بين الفم والزقن تقريبا بهيدا الشكل او الى اشكال مختلفة اليوم رح نتعرف على التمرين سحري رح يشيل هالتجاعد يسعد اوقاتكم احبتي بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة اللي عم بتاباني اول مرة معكم لبين رح يحاصل عدجا التقطور عب الكيمياء التحليلية خبيرة التغذي العلاجي بلوج الشيخ وقا وجمال السيدة بعد الاربعين اليوم تمرين كتير حلو رح يخلي ابتسامتنا مفرودة ما انو هيك رح تصير ابتسامة نحو الاعلى خلونا نشوف وين العضلة رح نشتغل عليها واش هو التمرين العضلة اللي عم بقصدها اللي موجودة بهيك شكل والاشكال القريبة منها ولاحظوا العضلات الملتفة حول عضلة الفم هي عضلة دائرية لكن نحنا العضلات اللي رح نشتغل عليها العضلات الطولية المبينة بالشكل وحتى نطبق التمرين رح نحتاج لألم فرشات اي شي موجود بس يكون بحجم صغير وخفيف الوزن ونظيف ايضا الحركة رح تطلب منها بالفم رح ندخل الشفاية نحو الداخل ونضع الألم بوضعية بسيطة ومنعد عشرة فقط وبعدين بيكون انتهى التمرين لمرة واحدة في اليوم خلونا نطبق عشر عدات فقط بهدوء رح تلاحظوا انه المنطقة هون انشدت عندكم المنطقة السفلية من الوجه ايضا انشدت ما تكتروا كتير التمرين لانه التمرين ممكن يعمل تشنج بالعضلات حتى للاشخاص اللي موجود عندهم لتجاعية البراكود لفوق الشفة رح يساعد هذا التمرين بحلة خلونا نطلع على شوية تعليقات حلوة سيدة جميلة عم تقلي ادي شفت فيديوهات شرحين عن هيدا الشي اصدعان اليوغا كلن ما فهمت منن شي الا انتي شرحك حلو وبسيط ورأسا نزلت الطبيق وجربت ونشحت شكرا كتير كتير بتشكرك وجهي تغير على تمارينك بحبك كتير من العراق سيدة عم تطلب مني تمارين لتوسيع العين تكرمي يسعدك يسعدك قلبك وايامك كله يا رب انا تغيرت تماما بقيت واحدة تانية وجميلة لاني كنت حس وجي تبهدل دلوقتي رجع زي الاول واحسن وكل اللي بيشوفني بيقول ابقيت اجمل سيدة سانية اقسم بالله اقسم بالله من شهر واحد فقط وجهي تغير بفضل الله ثم بفضلك كانت عندي خطوط الابتسامة وراحت ما صدقت والله كيف انه الحل بايدنا ونحن لا ندري شكرا لك شكرا دكتورة يسعد كل اوقاتك انا اتابع بعض التمارين الحق التحسن بادي على وجهي بارك الله فيك وانتو شو ناطرين طبقوا التمارين وخبروني بنجاح التمارين على وجهكم وانا رحكون اكيد سعيدة وخلونا نشارك الكل نجاح التمارين على وجهنا بتشكركم وما تنسوني من كومنت حلو او لايك وشير وانتروني بالفديو القادم